السلام عليكم رجعت وياكم بالجزء الثاني من ساعة فصلنا هسا راح نخيط نحن نخيط ان شاء الله لا تنسوني ان شاء الله من اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس هسا بالبداية اخذت طبقة واحدة من الطبقتين اللي سويناهن راح اقص انا ريتها بشكل سبعة تقريبا 20 سنتيم قصيت حفرت حفرت الصدر حفرناها راح اجيب قطعة البطانة اخليها اخلي عليها الاقماش بالدنابيس اثبتها حتى اتحرك هسا واحدة معكم تسألكم شو ما استخدمت لاسق بالنسبة لي يعني انا من زمان اخيط يعني صار اكثر من 16 سنة واني بعدن صغيرة انا اخيط فعبرت هاي المرحلة اللاسق هسا ابدي اخيط اخيط واخيط واشيي الدنابيس هاني اثناء ما اخيط اكمل الاخياط دائرة ما يدورها بعدين بعدين اقص البطانة على قد الحفرة اقص البطانة دائرة ما يدور الحفرة واسوي هاي القصات الزغار يعني من انقسم واني اخلي سنتيمتر قبل الاخياط فافتح هذه على مدنة اللوي لما اجي اقلوب البطانة مصرع الدلوية مثل الحبل يعني على الحفرة ما تتصدر بعدين اقلوب القماش واخيطة اخيط دائر مدائر الحفرة ما تتصدر حتى تثبت عد البطانة بعدين اقلوب هاي الدجداشة من جهة البطانة اقلوب البطانة يعني البطانة اثنيها ليجوا واكفها واخيطها ما اخليها طالعة خيوط حتى تبقى الدجداشة مرتبة طبعا هاي سوتها زكزاق حتى متطلع من الشكل من الامام يطلع شكلها حلو ومرتب اكملها للنهاية للاخير عفو كملتها للنهاية للاخير بعدين شن زايد اعدي اقصه اي شي زايد اقصه اي دانت تيل ببالش عاجبش انت تسوي اي فكرة اي وريد اي نوع سوتاج بالنسبة لي انا ما احب الاشياء الثقيلة هو صيف الدنيا حارة فخلت هالسوتاج يجف الشي بسيط اخلي دائر مدائر الفتحة او الحفرة العفو واخيطها طبعا قطع عند الخيط هنا اه فلضمت هنا ارجعت اخيطة من الجهة الثانية وهو يصير عارية تقريبا ثلاثة سنتيمتر هذا الدانت تيل ارجع اخيطة ومن النصب من الماكت طبقتها شوي افتحة بالمقص حتى يصير عدي شون شون الواقف يوقف الدانت تيل هنا اصبحت اقوة بعدين راح اربط القطعة الامامية والقطعة الخلفية يعني اصدر ويضهر اخيطه بعدين عمودة ساعة ميت ادفنت الرقبة اخيطها اخيطها اخليها فوق الصدر واخيطها وبعدين اقلبها عالظهر هسه دش شوفون شون انا دا اخيطها هيشي نفس الطريقة هم شو يفتح لها بالمقص هاي القصات تخلي الخياط حلو ومرتب كأنه خياط مان المعمل ما يجي باي غلط هسه راح اخيطها من فوق ارجع البطانة قلبها ارجعها عالظهر راح يصير عدي يعني يصير الدفن هسه البطانة الظاهر هم نفس الشي هم زكزاك واكفها لجوه واخيطها ما اخلي يعني طالع خياط وهيتي وخيوط وشراشيب بحيث تبقى الدجاجة مرتبة طبعا دجاجة تترتب بخياطها مو بكثرة الآن شمخلتها الشغلات وشنو حاطتها دان تيلات لا اخياطها يكون مرتب تترتب هسه الردان عندنا بقتع ردان مفتوحة قد تكون ردان مزدودة وردان مفتوحة لان طبق اللقماش مرتين وبعدين هم مرسر اربعة مرات فخياطة الجهة اللي مفتوح بها الردان اخيطها ومن اكملها ارجع اسويها زكزاك من فوق حتى تترتب ارجع و اكرر ترتيب الاخياط اكثر مما شنو اخلي بيدان تيل واذا وصلت الهاي المرحلة من الفيديو صل على محمد وقالي محمد اللهم صل على محمد وقالي محمد وهس اكوف الردان تثناناتهم هم اكوفهم بالزكزاك هنا طبعا خلاص بخلصة البكرة وجاي اخلي بكرة جديدة اكمل كف الردان ومن اكمل كفهم اربطهم اربطهم وين على الدجداشة هاي الردان الثانية همزكزاك اسويها لا تنسوني من اللايك وتعليق حلو واشتراك وشاركوا الفيديو اصدقائكم عمو تعمل فائدة يعني واتمنى انه يكون شرحي ومفيد والفكرة توصل لكم بسهولة و اي احد عنده اي سؤال على الاخياطة او الكيك او ايشي يكتب لي بالتعليقات وان شاء الله ما راح اقصروا اياكم اجاوبكم اي اخياط كانت مو بس هاي الدجداشة انا اخيط كل شي يعني ايشي علق صح انا ما اخيط حاليا اخيط بس النفسي بس ايشي ببالكم اي اخياط انا اجاوبكم عليه لان كل اسواد في الاخياطة عندي كل اسراء للخياطة عندي اعرف الهيه هس ربطته الردان على الابط من اكمل اخيط بعدين اخيطهم يعني اخيط الجهتين اكملت ربط الردان على الابط ارجع اخيط الجوانب اخيط الجوانب واكمل ونفس هاي الطريقة راح اسوي بالجهة الثانية هس اكملتها راح اخلي من يعني من داخلها من جو على الاخياط اخلي ابط يام ابط واصفتها واجرها للنهاية على موت اشوف اخاف ذيال بيها اخاف من الذائلة اهيش واقص الزايد هي طلعت تقريبا بها زيادة اصبع اصبع وشوية راح نقص الزيادة واقفها الكفهم اخلي زكزاق انا متطلح شكلها حلو ومرتب انا اوفر ما عندي مكينة اوفر ما عندي هي بس ها المكينة ساعة خيط بها وساعة سوي بها زكزاق كملت هنا اكملت فرح اقلبها حتى تشوفون شكلها بالاخير ها هي شكلها كلش بسيط ها ريدان مالت هي شكلها كلش بسيط هي طبعا انا سرحت الفيديو على مودلي طول عليكم ولي هنا خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسونا من الدعاء اشتركوا في القناة